يا مساء السعادة والجمال ازايكم احبابي? يارب تكونوا كويسين وفي احسن حال. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض عصير مانجا كده حاجة اللهم بارك. طعم مكوام حلو جدا. وكمان هقولك على فكرة لو انت حابة تنفزيها هقولك لو مانجاية واحدة هتعملك يعني اتنين لتر تلاتة واتنين من عصير بس هتزودي مكون واحد بس. وفي الوصفة بتاعتنا النهاردة او في العصير بتاعنا هنضيف مكون يعني معظمنا كده متوفر في البيت ان شاء الله هيفرق معاك جدا في الطعم ولونها طبيعي وزي الفل. تعالوا بينا نشوفوا الطريقة على طول بس اهم حاجة لايك وشيل وصفة وفكرة لأول مرة تزوري كونوتي معاكم بس مفوض. يلا بقى في عز الحر اللي احنا فيه ده طلعي كده المانجا ما شاء الله متوفرة جدا الفترة دي. فكده طلعي بقى اي حاجة عندك مستخبية ومبدئيا كده اي نوع مانجا. يعني مش بنحكم نوع معين. وبيفضل طبعا ان انواع المانجا بتاعت العصير بتكون اللي هي اضطرية شوية. فاحنا انا بفضل بصراحة كمان النوع دوت وكمان ده متوفر عندي. فتعالوا بقى نشوفوا ايه المعلقة دي وهنضفوه عليها ايه ويلا بينا. عام حاجة لايك زي ما قلتلك. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. متنسيش تنزلي كده اصلي على الرسول في الكومنتات وتقولي لي بتتابعيني من انهي بلد. اول الحاجة كده عندي تلات منجات زي ما قلتلك اي نوع مش نوع معين هبتدي ان انا يعني انا غسلتهم بالفعل وهبتدي بقى ان انا اشيل اي حاجة كده فيها مش مستحبة في الاشرة بتاعتها. انا هقطعهم بالاشرة. لو انت حابة تقشريها اقشريها بس عايز اقول لك ان الاشرة بيكون فيها كمية كبيرة قوي من اللحم المانجا. فحرام بصراحة ان احنا نضيعه كده او نهضر منه. فانا هعملها كده وكمان في طريقة تانية لو هي المانجا الخضر مسلا اشرتها آآ نشفة شوية ممكن تخليها تتجمد شوية في الفليزر وتبتدي تقطعي اشرة الخارجية دي بس اي اقوي. علشان بس ما نهضرش منها. آآ قطعت بقى الكمية اللي معي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وهنروح بقى على الخلاط وهياخد نص الكمية. دول التلات من جات عملوا معي الكمية دي. هحط في الخلاط نص الكمية وهضيف عليها المية. ماشي كده حلوة قوي. هبتدي بقى احط عليها المية. عايزة بقى مية سقعة مية سخنة عايزة يعني وانت تبقي كده تتلجيها او تسققها في الفليزر براحتك. هنضيف السكر انا هضيف خمس معالق من السكر وبرضو اعملت له كده وانا آآ بضربه في الخلاط. آآ بس لقيت السكر بتاعي مزبوط يعني. لو انت بقى حابة تزويدي السكر او تقليلي طبعا ده على حسب زوءك. المعلقة دي بقى الاضافة دي كريم شنطية. جربي كده تعمليها باضافة معلقة من كريم شنطية معلقة مش مليانة قوي او نص معلقة آآ كبيرة. آآ ضفتها كده على الكمية اللي عندي بتدي طعم حلو جدا جدا جدا. وعشان بقى القوام دي حاجة تانية خالص هقولك عليها برضو دلوقتي واحنا شغالين. بس خلينا مع الفيديو ماشي وبعد كده هقولك آآ ازاي تخلي القوام بتاعها متماسك وتخليها تقيل جدا. والحاجة اللي هقولكو عليها دي معظم المحلات بتعملها. طبعا آآ كمان الكريم شنطية تحسوا ليه ريحة كده يميدي ريحة كده جميلة قوي كمان من العصير المانجا. طبعا انا صفتها لان احنا عملنا بالقشر بتاعها وحتى كمان لو آآ مش عملها بالقشر يفضل لو فيه انواع منجا بتحس ان هي عاملة آآ زي الشعيرات الرفيعة كده. فيفضل ان انت يصفيها. بس طبعا انا لو كنت قشرتي ده الواحد وكان يتخضر جامد جدا. هحط بقى نفس اللي انا عملته الخطوة الاولى هعمله في الخطوة التانية ومليت كده الشفشق بتاعي وحطيت خمس معالق من السكر خلاص ده انا ده مدقته مش هنعرفها معي. وطبعا مش هننسى معلقة الكريم شنطي. وهبتزي اضربهم في الخلاط وبعد كده هصفيهم زي ما حضراتكم شفتوا وهقدموا معيكم. الخطوة التانية او الطريقة التانية لو انت حابها تعملي منجاية واحدة وتحطي كمية مية كتير على المنجاية دي. آآ في ناس بتزود اللي هي القرع العسل بس بصراحة الطعم بيتغير. آآ في ناس بتزود ايه كمان? اللهم اصر يا سيدنا محمد. مش حضرني بجد دلوقتي بس آآ حتى لو انت بقى مش عايزة تزودي اي حاجة دلوقتي تعملي آآ تجيبي مسلا شوية كده من العصير اللي انت عاملاه وتحطيهم على النار وتديفي عليهم نشا. تفضل يتقلبي فيهم زي المهلبية كده. لغاية ما يتقل شوية. هي مش بتغير طعم ولا اي حاجة. يعني انا جربتها وبرضو لو عايزين الطريقة دي قولولي في في الكومنتات وانا اعملها معيكم. بس المهما زودتي مية بتحسي ان الكوام تقيل زي المحلات. بس عشان المصدقية وما كونش يعني اكون صريحة معيكم ما كونش كده بتعليكم في حاجة. طبعا الكتر ما بتخففي المية في حجم المنجة او قلة المنجة. طبعا ما بتبقاش طعم المنجة واضح اوي. عشان بس نكونوا متفقين. ما حدش يقول بس ما قالت وتلعي الطعم مش حلو. احنا بنقوله مع بعض اهو بكل صراحة. كده بقى صبيتوا معي وحطيت كتعة تلج عايز اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله يعني بصوا لونه طبيعي ما ضفناش على اي الوان صناعية رغم ان احنا حطين كريم شنطية يعني مفروض لونه يفتح شوية. بس ما شاء الله يعني كان حاجة كده اللهم مبارك. بتمنى تجربوه تقولولي رأيكم كده في الكومنتات بالكريم شنطية. ولو انت فعلا بتعملي الطريقة دي برضو قديلي في الكومنتات. ولو انت حابة اعمل معاكي اه اللي هي منجة واحدة كزارة من العصير ونزودها النشا برضو قديلي وانا اعملها معاكي. لايك وشير بقى الوصف وفكري ونوريني كده واشتراكك في القناة. عايزين نوصل لالف ومشترك في اسرع وقت. اسيبكم في حفظ الله مع السلامة.